هل ينفع أقنع ابني أو بنتي وإنه ما يجيبش كل الحاجات ويكون مرضي في نفس الوقت؟ طيب دي نقطة مهمة جداً المفروض أن الطفل وأنا قعدة بكتب ميزانيتي وبكتب أنا عندي إيه والعبء اللي علي لازم هو يشوف ده فعلاً ده لازم وانا بعمل بنبقى حيرانين أوي خطيطاً شيء للولاد الهم ولا نعرفهم ونشرقهم في المسئولية ولا هم صغيرين يعني نسيبهم ينبسطوا مش لازم نسمعوا كلام ده كانوا يقولولنا كده مش لازم الولاد تسمعوا كلام ده ويعيشوا في عز أهليهم ربنا يا خلي هؤلاء حضرسك دلوقتي أنا قاعدة والزوج قاعد والأولاد قاعدين كلنا قاعدين عشان نحط الميزانية دي كلنا مع بعض ليه بقى؟ قولي انت عايز إيه الشهر ده يجيبه لك واحد اتنين ثلاثة الزوج واحد اتنين ثلاثة الزوجة واحد اتنين ثلاثة نكتب متطلبات كده ولازم قايمة ولازم ورقة وقلم ونكتبها طيب هو شايف وإحنا بنوزع بقى كده المصرفات على المتطلبات اللي عندي شايف مثلا لأ ده ما كفتش ما زبطتش معي مش نجازم نكتب أميزان المصرفات اللي عندي مع اللي أنا هصرفه طيب ما زبطتش معي نبتدي مع بعض نفكر في حلول أنا مش بقى قدر مش بديله حاجات طب ايه رأيك اه ايه رأيك طب ايه طب ممكن نتصرف ازاي لأن ندية مش هتكفي ممكن اعملي هو ساعتها يقترح علي لا ده أنا ممكن اه خلاص اممي مثلا أنا شايف الندية غالية شوية لا أنا ممكن اشوف البديل ما احنا لو الميزانية ما زبطتش ببتدي ان انا شوف أولويات صح الجازمة بتاعتي تكمل مثلا اكمل مش لازم اشتري جازمة جديدة الشنطة بتاعتي من السنة اللي فاتت يعني فيها قطع صغير كده ممكن يتخير ويدي حاجة مهمة اوية السابليز ان انا لازم ادور على الأدوات اللي عندي أصلا في البيت هتبقى أنا هنا بقى علمت الطفل ايه علمته يتحمل المسئولية معايا علمته يشارك برأيه علمته كمان ناحية ابداعية في التفكير ازاي يجي تحلل المشكلة اللي عندي يبتدي بقى ايه نشغل مدارك الطفل شوية وينمي مهاراته في نفس الوقت دي يعني حاجة جميلة جدا ان انا اعلم الطفل تحمل المسئولية لما يكبر يكون حد مسئول يكون حد عارف قيمة المال اللي في ايده عشان مش كل حاجة بتصرف حتى على فكرة لو انا مقتدرة واقدر ان انا اجيب كل ده بس ده ما بيبقاش فرق من طبيعة شخصية الطفل للتاني يعني فيه طفل حسيس او فيه طفل عنده تحمل مسئولية اه فده يعيني اول ما حيلاقي القاعدة كده حيتوتر وتقوقع وما يطلبش حيخاص وفيه طفل تاني مش فرق له وقد يكون قناني فيطلب طلبات كثير جدا فيبقى فيه واحد يتظلم عن التاني لا خالص احنا هي مشاركة انا ما بفردش رأيه احنا عندنا مشكلة احنا في الاخر اللي حدفع الفلوس فلازم حفرد رأيه لان انا اللي في الاخر حدفرشتري مش انا اللي هقول بقى هي دي انا عايزة اللي انا عايزة اعمله بس مش انا اللي هقول يعني انا باقترح ان فيه مشكلة نتصرف ازاي فيها كل واحد يبتدي يقول انا ممكن لا اعمل كذا ونبتدي طبعا بالكبار الاول يعني انا هقول انا لا المثلا انا مش هشتري طاقم جديد اسا الشهر ده عشان الميزانية مش هتكافي الاب بيقول نفسي الكلام معايا يبتدي بال ايه الطفل يقلدنا ويشوف لا يا مامي مثلا انا اللعبة دي خلاص بلاش من الشهر دوت مش عايز اللعبة دي لا انا عندي مثلا الوان من السنة اللي فاتت موجودة فممكن تنفع احنا عمالين نعمل ايه بدايل بدايل قدامه بنعوده على ده ونعرفه قيمة المال لما يكبر هيعرف قيمة دكوة يساوي